طيب من الحاجات الغريبة اللي شفتها في الساعات الأخيرة وأنا بتصفح كده بشوف الأخبار الجديدة وانتعارفين السحر ده في مصر يعني كل ساعة جديد بس كل ساعة جديد مش خبر حلو كده وموضوعات قروات يتناقش فيها لازم تلاقي مصيبة لازم تصطدم بيها أو كارثة إدارية أو معلومة جديدة فيها مشكلة إحنا هنخلص الدوري على بركة الله يعني إذا خلصنا 18-8 يبقى كويس جدا لأن أنا سبق هنا وقلت أن بيراميدز هيلعب الدوري التمهيدي الأول في دوري أبطال إفرق لأن بيراميدز السنة دي مش مصنف ضمن أفضل الأندية اللي هيتم إعفاقها من المشاركة في الأدوار التمهيدي وبالتالي بيراميدز اللي هيكون مرتبط بآخر جولتين في الدوري يوم 14-8 و18-8 هتتأجله المطشب دي لأنه هيتطر يلعب دور تمهيدي في الفترة من 17-24-80 يوم 17-8 هيلعب مباراة خارج مصر ولقاء العودة هنا في القاهرة يوم 24-80 وبالتالي آخر جولتين في الدوري غالباً هيكون فيهم قرار بالتأجيل ولكن أكيد ربطة الأندية مستنية تشوف شكل المنافسة ما بين الأهل وبيراميدز في الأسابيع اللي جاية عشان لو فضلت المنافسة مستمرة لآخر جولتين مش هيبقى التأجيل لبيراميدز بس هيبقى البيراميدز وللأهل فإحنا بنتكلم على الدوري بدل ما يخلص 18-8 هنزق شوية وممكن نوصل للأسبوع الأخير في تمانيه ولكن إيس فجأة يطلع النهاردة مسؤول في اتحاد الكورة يقول للمواقع والأخبار إحنا بنفكر نستكمل كأس مصر ونلعب كأس مصر بعد نهاية الدوري خلال العشر تيام الأخيرة من شهر تمانيه عشان نخلص الكأس يوم 29-8 يا سلام بصوا الخبر النهاردة هو على القاهرة 24 وبنشكر الزملاء في القاهرة 24 على الخبر ده أكيد لأنه أكيد هيبقى فيه ديبيت وحوار مهم جدا الفترة اللي جاية انت أولا عايز تخلص الكأس عشان الفيفا في كل سنة بيقولك ما تفتحش القيد إيه لما تخلص المصابقات المحلية الدوري والكأس وده موضوع بيحصل بقاله 3-4 سنين كل شوية تبعت للفيفا بطلب استثناء أنا خلصت الدوري عنده مشكلة في الكأس فاستأذنك افتح القيد فالفيفا بيوافق هل السنة دي هيوافق؟ معلومات إن الفيفا هيوافق ما عندهش مشكلة وكن الاتحاد عايز يخلص الكأس هو ما عندهش غير البطولة دي بس انت بتسيب البطولة بتاعتك للمراحل الأخيرة ومش عارف تأمل فيها إيه وبتخلي الكأس الربطة هو اللي يتلعب وانا ما تعرفش ومين اللي بيبقى صاحب القرار الأعلى الربطة ولا الاتحاد والاتحاد ما عندهش غير مصابقة وحيدة هي مصابقة كأس مصر جات مصابقة كأس الربطة دمرت مصابقة كأس مصر رغم إن مصابقة كأس مصر هي المؤهلة على المستوى القرية مش بطولة الربطة ولكن العملية عندنا في مصر نتعارفين القرى المصرية الأمر فيها معكوس شوية النهاردة مسؤولي المسابقات في ربطة الأندية قال إن الدورة يخلص 18-80 ولكن اتحاد الكورة عايز يخلص الكأس في الفترة من 19-19-89 تمازا لو فضلت المنافسة ما بين الأهل وبيراميز لغاية آخر جولتين في الدوري وبيراميز هيتأجله آخر جولتين وبالتبعية هيتأجل الأهل آخر جولتين عشان بيراميز مسافر وعنده مطشاط دور التمهيدي في دور الأبطال فانت هتلعب الكأس إزاي قبل يوم 29 وبعدين الكأس لغاية دلوقتي هيكون انتهى فيه دور الـ 32 بيراميز مبارح كسب النصر الزمالك لسه يلعب مع بروكسي الأهل هيلعب مع الأمليموم الجمعة فانت الـ 32 خلصت منه لسه عندك دور الـ 16 ودور التمانية والسمي فاينال والفاينال دول أربع مراحل لو هتلعب المباراة دي كلها في يوم واحد ما عنديش مشكلة أوكي أدي أربع مباراة هتلعب أربع مباراة في عشر تيام استحالة هنلعب كل 48 ساعة مباراة يعني ده استحالة ثانيا فيه أندية هتاخد قرارات الفترة اللي جاية في مسألة انتقالات وصفقات بالنسبة للمسم الجديد فأكيد مع نهاية الدور لو الدور اتحسم مثلا يعني فيه لعيبة ممكن تخرج على سبيل الأعارة لأنه فيه دوريات عايزة لعيبة هنا في الدور المصري ولازم تنتقل قبل نهاية شهر 7 عشان الترانسفير اللي موجود بره عكس اللي موجود هنا فأدي مشكلة هتقابل اتحاد الكورة إزاي هتعمل مسابقة كاس والأندية بتسيب لعيبتها عشان تنتقل وجايلها فلوس عشان تستعد للمسم الجديد وتشتري لعيبة تانية أدي واحد اتنين القيد الافريقي يا جماعة عشان أقدر أشارك في بطولة افريقيا في شهر تسعة سيبك من بيرامدز خلاص بيرامدز قبل يوم عشرين النهاردة كان النهاردة ستاشر سبعة يعني بقى اربع أيام بيرامدز هيسجل قيمته المحلية الحالية في القيمة الافريقية عشان يلعب دور التمهيد في شهر تسعة ولكن الأهل عشان يلعب دور التمهيد في شهر تسعة مع بطل كينيا أو بطل جنوب السودان لازم يسجل قيمته الافريقية قبل واحد وثلاثين تمانية الناس تقول لي ده مطش بطل كينيا وجنوب السودان مش حوار يعني بس أنا عندي مبارأة هم هلعب مع الزمالك يوم سبعة وعشرين تسعة والقيمة الافريقية اللي هسجلها واحد وثلاثين تمانية دي اللي هلعب بيها السوبر الافريقي في سبعة وعشرين تسعة في الرياض وبالتالي لما يخلص الدوري محتاج على أقل إسبوع عشر أيام أزبط القيمة بتاعتي مين هطلعوا ومين هضيفوا مين هعيروا ومين هأيدوا عشان القيمة دي هي اللي على أساسها هلعب بيها دوري التميدي التاني في شهر تسعة ولايقاء السوبر أمام الزمالك لما تخلص الكاس تسعة وعشرين تمانية هتدي لي تمانية وعربعين ساعة عشان أخلص كل ده في القيد على السيستم إزاي ولو السيستم المحلي ما يفوش مشكلة سيستم الكف ما يفوش هزار يوم واحد تلاتين تمانية الساعة 12 بليل هيقفل وهيفتح من أول تسعة عشان دوري المجموعات اللعيبة اللي هتلعب بقى من شهر عشرة فما فيهاش هزار يا جماعة فيه قيد وفيه موعيد إزاي هتخلص الكاس في الفترة دي قدي مشكلة تانية أو مشكلة تالتة يبقى موعيد مطش بيرامدز في دوري التمهيدي قدي مشكلة والدورة هيتأجل لو فضلت المسابقة والمنافسات مستمرة موعيد في مسابقة الكاس هتبقى أزمة عشان الصفقات واللعيبة والانتقالات والقيد والحاجة التالتة القيد الإفريقي 31-8 يبقى الكاس إيه اللي يتلعب في عشر تيام وهتجيب موعيد منين هتلعب الأندية كل 48 ساعة فأنا معرفش الناس في الاتحاد بتفكر إزاي والناس في الربطة بتفكر إزاي ولكن عموما هو ده تفكيرهم وهي دي طموحاتهم ولكن الطموحات حاجة والواقع حاجة تانية خالص هل هم عايزين يخلصوا الكاس في التوقيت ده عشان كاس السوبر المصري لأن ده الأبطال اللي هيتلعب في الإمارات في الفترة من 1 ل7 أكتوبر وده المعادل اللي قلناه هنا وانفرضنا به هنا برضو الله أعلم مش كلانا ما حدش في الاتحاد بيطلع يعلن التفاصيل دي يعني ما بي ما فيش كده معلومة فكرة إنه تبقى فيه شفافية ومعلومات متاحة لكل وسائل إعلامة ما بقتش سهلة زي الأول أو هي حتى ما بقتش سهلة خالص زي زمان الناس بتقعد بقى تسأل وتتقص وتسأل وتتكلم ومصدر يقول ومصدر ينفي لكن إحنا هنا بنحاول قدر الإمكان نخط الصورة كاملة أمام حضراتكم نضع كافة المعلومات أمام حضراتكم وأمام المسؤولين كمان لعله وعسل أو مسؤول بياخد قرار ومش الرؤية واضحة قدامه يبقى سمعنا ويبقى عملنا اللي علينا لأن إحنا في النهاية هنا بنقدم رسالة بنقدم معلومة والحمد لله ما بنقدمش معلومة غلط حاجة تانية نطلع فاصل طب كويس جدا ماشي نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع لسه عندي موضوعات مهمة جدا في باقي فقرات برنامج ألترنت